الموقع الإلكتروني لجريدت الوطن الخبر بيقول خلال قمة الاستثمار البريطانية إشهادات واسعة بدور مصر في إفريقيا انتهت أعمال قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية في لندن اشارك بها 16 من قادة الدول القارة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي طبعا قد قمة نكحة جدا بينة دور مصر ومكانة مصر الحقيقة والحين عايزة أقول بس أن الزيارتين الخارجياتين اللي اتنين يعني نكحين جدا سواء كان في برلين أو في بريطانيا فلحارك تحب تقول لنا الأول عايزين نقول أن الزيارة دي مهمة ليه لأن بريطانيا لسه خارجة من التحدي الأوروبي قريب وهي بتحط استراتيجية جديدة وتحرك جديد في المنطقة خاصة ناحية أفريقية بالضبط إحنا عارفين أن 4% بس استثمارات خارجية في أفريقيا وده أمر إحنا عايزينه يتغير بقيادة طبعا وريادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيحاول بقدر إمكان يوسع مناطق الاستثمار ومناطق التجارة الحرة خاصة بعد اتفاقية التجارة الحرة الأخيرة اللي تم التوقع عليها على مستوى أفريقيا بريادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فاستغلال هذا الأمر بالشكل ده أن تكون بريطانيا من الدول السبع اللي في الكوميس لاستثمار داخل أفريقيا أمر رائع لتوجد مصر فيه خاصة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل محفل هو بيكون موجود في ممثل لأفريقيا بيركز على التنمية المستدامة اللي هي موضوعة في خطة 2030 وليه أنا بقول كده؟ لأن في محاور التلاتة الخاصة بالتنمية المستدامة اللي معني بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته هو الرئيس الاتحاد الأفريقي اللي هي علاقة بالتنمية البنية التحتية الخاصة بأفريقيا وكمان تجاوز بعض التحديات اللي هي علاقة بالإرهاب وضحت العمليات المسلحة داخل أفريقيا ودعم التجارة الحرة والاستثمار داخل أفريقيا على التلات محاور سواء كان تنمية اقتصادية أو بيئية أو إنسانية واجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة الطموح الأم والرئيس وإحنا لو شفنا كمان هنلاقي على مدار الكام شهر اللي فاتوا كان يعني أكتر من قمة أعتقد كان فيه كمان في الصين وفي أكتر من مكان بيتكلم عن الاستثمار في أفريقيا وده أمر جيد خاصة في وجود مصر كرئيس الاتحاد الأفريق بالضبط واتكلم كمان عن دعم الشباب ودعم الشركات الصغيرة أو الشركات المحدودة والتوسع فيها ودعم المرأة وتمكنها واتكلم على النظام الرقمي ادخال النظام الرقمي على مستوى الأفريقيا والحقيقة إن يكون رئيس الاتحاد أفريقي يعمل بهذا المستوى من الإيجادة للتحديات أو النقوص والصغرات اللي موجودة في أفريقيا أو في العالم الثالث ده أمر رائع طبعا وفكرة الرقمانة دي أعتقد أننا من أوائل الدول اللي هتبتدي فيها في القرى الأفريقية ستبتبقى في بعض المحافظات